للمطش اسموحة اللي جاي يوم الخميس في كاس الرابطة فطورة المرحلة اللي فاتت فيه لأنه طبعا احنا احنا داخلين على كاس عائلة يعني سيبك من مطشاط كاس الرابطة هم الولاد بتوعنا بيشتغلوا فيها ومقدمين حقيقة يعني انا شاف انه لا فرقة الاهلي الشباب اللي لعبت مع الجونة والمقاولين والاسماعيلي لا بتقدم كرة محترمة جدا وولاد فاهمين ومقدرين قوي قوي مسؤولية فنالة النادي الاهلي وبيقدموا عروض احسن من فرقة كتير جدا فرقة كبيرة كمان في الدولة الممتازة لكن في النهاية انت عينك راحة على كاس العالم وانا بتفرج على مطش المقاولين برح كنت بس أل لأن النهاردة 23 يعني بتتكلم في أقل من اسبوعين تقريبا 8 يام في قناير 4 يام في فبراير يعني 12 يوم يعني أقل من اسبوعين وأهلا وسهلا كاس العالم أندي كنت بس أل الحقيقة برح مستر موسيمانيا امتى ممكن يفكر يدخل العناصر الأساسية اللي ممكن يكون هيعتمد عليها في كاس العالم الناس دي يحتاجة تلعب الناس دي محتاجة تأخذ مطشاط تجهز انت راح خبط لازق كده زي ما بيقوله هتلعب مع مونتري المكسيكي والمناسبة هكلمكم النهاردة على تصريحات خاف يرق جري اللي كان لو تفتكروا طبعا كان مسك منتخب مصر من فترة مش من الفترات العظيمة قوي يعني بس هو الراجل ده حاليا مسك مونتري المكسيكي وعارف النادي الأهلي كويس وقال انه عارف النادي الأهلي هو منتخب مصر بالنسبة كبيرة يعني الأهلي ومع بعض اللاعبين بيشكله منتخب مصر وقال انه بيتابع منتخب مصر في بطولة أفريقيا عشان يتعرف على الأهلي وقال انه بيدرس النادي الأهلي هو الراجل مش غريب على الكرة المصرية وعارف حجمه وقيمته مكانت النادي الأهلي وبالتالي انت راح كاس العالم الفرقة ما تجمعتش مع نصرها الأساسية بقى لها فترة طويلة تونس مكملة مالي مكملة مصر مكملة وبالتالي أنت عناصرك الأساسية كلها موجودة في الكاميرون واللي موجود عندك هنا ما بيلعبش يعني حسين الشحات طهر محمد طهر بيرسيتاو ميكي سوني ياسر وليد وبقيت العناصر كلها وبقيت الفرقة كلها حتى علي لطفي إمتى الناس دي ممكن تاخد يعني تبتدي تدخل ملعب والسؤال الأهم طايمة الغيابات اللي يوم بعد يوم بتزيد يعني مطشم المطشم بتاعة البطولة كسر ربطة كلفتك صلاح محسن كلفتك محمد محمود كلفتك حسام حسن التلاتة دول بنسبة كبيرة جدا محمد محمود ممكن يلحق يعني تصريحات دكتور أحمد أبو عبلي بتقول أنه حسام حسن شد في السمانة ومحمد محمود شد في الأمامية حسن يحتاج 14 يوم عشان يرجع ينضم للتدريبات وبالتالي طبعا مش من أول من ينضم هيبقى فورمة ويبقى جاهز ومحمد محمود عشر تيام وبالتالي الأسماء دي كل مدى بتبعد ضيف عليهم أكرم توفيق ضيف عليهم بدر بنون لا أنت عندك أسماء كتير بتبتدي في قايمتك الحقيقة يوم بعد يوم يعني حالة القلق بتزيد حالة أنك تخاف طبعا كورونا بهدئ لك قدر الله طبعا وأنا عارف الندي الأهلي يوميا واخد كل إجراءات الاحترازية وفرد نظام صارم جدا على كل عيبة لكن أنت بتشوف النهاردة حتى منتخبات بتلعب في الكان بتلعب في بطولة أوروبا أو في فاندية أوروبا كبيرة جدا اللي هم يعني الإجراءات عندهم بالورقة والقلم ما فيش مساحة لأي غلطة ورغم كده هو الأو مايكرون ده يبدو أن انتشاره أسهل بكتير جدا من النسخ السابقة من فيروس كورونا وبالتالي في حالة تخوف كبيرة جدا على لعبتنا ربنا يسطرها معنا خليني أقول لكم طبعا بالمضافة لحسام ومحمد محمود اللي هيغيبوا الفترة اللي جاية وحتى مش هيشاركوا في ماتشاط الربطة صلاح محسن عمل جراحة النهاردة الحمد لله عشان يثبت شازية القدم ودكتور أحمد أبو عبلة قال أنه كان بيعاني من كسر في الشازية وعشان كده احتاج تدخل جراحي وهيغيب لفترة تتراوح ما بين من 7 ل 8 أسابيع فبالتالي صلاح خلاص زي ما قلت لكم بعيد عن كسر العالم المنتخب الوطني هيتوجه لأحمد نبيل كوكا أطمنكم عليه برضو يعني الحمد لله تطمن على سلبية مسحيته الحمد لله خلاص ما فيش فيروس كورونا لكن زي زي حالته شبيهة شوية بحالة بد